على وقع التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في اليمن تعود للواجهة قصة الصراع العسكري على حدود السعودية حيث وكدت وكالة الانباء السعودية تواس تدمير صاروخ سكود كان في طريقه باتجاه منطقة عصير في الوقت الذي اعلن فيه الحوثيون عن اطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية قالت وسائل اعلام حوثية انه اصاب هدفه بدقة التطورات على الحدود السعودية اليمنية تزامنت مع تقرير سري للامم المتحدة يشير الى تورط ايران في دعم ميليشيا الحوثي بسلاح حيث وجدت وفق التقرير الاممي بقايا اربعة صواريخ باليستية اطلقت على السعودية تبدو من تصنيع ايران ويبلغ مداها قرابة الخمسمائة ميل وقال التقرير الذي اعده مراقب والعقوبات بالامم المتحدة ان ارسال الصواريخ للحوثيين يعد انتهاكا لحضر السلاح الذي فرض من قبل الامم المتحدة في ابريل من عام 2015 ولا يبدو ان ايران تأبه للاتهامات الدولية لها بدعم ميليشيا الحوثي بالسلاح بل تنشط دبلوماسيا وفق مراقبين باتجاه فرض تأثيرها في اية عملية سلام قادمة فوزير الخارجية الايراني محمد جواز ظريف جدد استعداد بلاده للمساعدة في احلال السلام في اليمن مقترحا تشكيل حكومة يشارك فيها الحوثيون الرغبة الايرانية في التوسط في حل المشكلة اليمنية عدها محللون اعترافا نظمنيا بالاتهامات الدولية والاقليمية بتدخل ايران في اليمن وتهديدها الامن الاقليمي والمصالح الدولية لكن اخرين يرون ان طهران ستستمر في استثمار اطلاق الصواريخ الحوثية كورقة ابتزاز دبلوماسي ضد السعودية اشتركوا في القناة